رح ناخد اليوم مثال على مثال محلول بالتفصيل على دي سي موتور هلا هون هو المتور هذا شانت شانت اكسايتد فلذلك انا متذكروا حقيت لكم من التركيز الرئيسي هو على السبريت اكسايتد او البرمث ماغنيت ما رح نتم تثير بالسيريز موتور عندي هون هذا خمسين هورس باور الهورس باور ستذكروا سبعمية وستة واربعين ووط ميتين وخمسين فولت هذا الافريج دي سي فولتج الريتنج تبعه الارمتشر الف وميتين ار بيم هاده اللي هي السرعة بتوقع انها هاي يا نو لود سبيد يا بتوقع انها هاي الريتد لود سبيد اذا هاده دي سي موتور فيه له كومبنسايتنج وايندنجز احنا الكمبنسايتنج وايندنجز ما حكيناش عنها لكن الكمبنسايتنج وايندنجز هدفها زي الانترقول زي الانترقول وايندنجز انها تلغي الافكت تبع الارمتشر ريابشن ولذلك هذا بسمح لي كون انه فيه كومبنسايتنج وايندنجز بسمح لي اني اعتبر انه الاكسايتاشن كونستانت ما بتختلف حسب التغير في اللود وحسب التغير بالسرعة يعني لما يتغير الارمتشر كارنت قادر اقترض انه الاكسايتاشن فاي الماغنتيك فيلد الماغنتيك فيلد فلاكس تنسيتي الماغنتيك فلاكس تنسيتي كونستانت وما بتتغير لانه الكمبنسايتنج وايندنجز عمالها بتعوض او بتلغي الاثر تبع الزيادة في الارمتشر كارنت فيلو ارمتشر رزيستنس الارمتشر رزيستنس هون هم شامدين فيها اشياء اخرى اللي هي البراشز والكومبنسايتنج و الانترقول المهم انه في النهاية مجموعة كل هدول هو 0.06 اومز يعني لو جينا اطلعنا هون على الموضل تبع هذا المحرك عمالنا منقول انه كل هاي هون عمالنا لامبنج جمعنا جمعنا كل المقاومة تبعه هذا المحرك هي المقاومة طبعا مش موجودة ككومبوننت هي موزعة في هذا المحرك لكن احنا جمعنا اخدنا البراشز والكومبنسايتنج و الانترقول مع المقاومة تبعة الاسلاك اللي موجودة في المحرك جمعنا كلها سميناها ار اي وقيمتها في الحالة هاي اظن كان السؤال ذاكر انها 0.06 اومز الفيلد سيركت اللي ها مقاومة خمسين اوم اللي هي الفيلد سيركت اللي موجودة هون يعني مدام هذا الفولتج هون كونستانت رضلتول الوقت كونستانت وهاي الها مقاومة خمسين اوم ازن رح يضل الفولتج اللي موجود هون رح يضل في كرنت ثابت ومر في الفيلد وبعطيني كونستانت اكسيتيشن كونستانت ماغنيتك فلوكس وكنستانت ماغنيتك فلوكس تنسيتي ونفس الفولتج طبعا اللي موجود هون هو نفسه الفولتج اللي جاي على اطراف المحرك اه ازن الفولتج هون هو نفسه الفولتج بين هاي النقطة وهاي النقطة ونفسه الفولتج بين هاي النقطة وهاي النقطة بشي ما في اختلاف هلا المطلوب في هاي الحالة اه هلا عندي هون هاي نولود سبيد صح هلا هون تذكر لما بدنا ما كناش متأكدين الالف وميتان اربيام هي نولود سبيد نولود سبيد يعني لما كن فيش عليه لود رح يمشي على الف وميتان اربيام بس هو في الواقع ما رح يقدر يمشي على هاي السرعة ازا بدو يعمل يعطيني لود ويعطيني تورك رح تنزل سرعته اتذكره رح تنزل سرعته لما بتنزل سرعته بنزل الباكي ايمي refresh لما ينزل الباكي ايمي نزل والف ويزيد الفولتج تروب على المقاومة الارميش ال Hernandez فبزيد الكرنت اللي بسحبه لما يزيد الكرنت اللي بسحبه بيزيدي الكرنت بيعطيني تورك اضافي اذا هاي فكرة الباكي ايمي اف واعتمادها على السرعة مهمة لان هي بتسمح للمحرك انه هو يقدر يعطيني التورك المناسب في اللحظة المناسبة. إذا في عندي هون تلات أسئلة بدنا نعرف قديش سرعة المحرك لما يكون الكرنت الكرنت الرئيسي مش الكرم مش الارمتشر كرنت الكرنت الرئيسي يعني هون لما منقول إنه الكرنت ميت أمبير القصد إنه هذا الكرنت هو ميت أمبير من هون. مش هذا ميت أمبير. المهم بس إنه نكون فاهمين هاي لأنه إذا هذا ميت أمبير بدنا نفصل منه الكرنت اللي بمر هون والكرنت اللي بضل هو اللي رايح فيه الارمتشر. إذا هون عندي ميت أمبير أو بدي السرعة كمان لما تكون ميتين أمبير أو بدي السرعة لما تكون الجول الكرنت تلاتمئة أمبير. وباعتماد على هدول بدنا نعمل تتذكروا حكينا أحد أهم الأشياء بالنسبة للمحركات بشكل عام هي العلاقة ما بين السبيد والتورك. إحنا حكينا أول إشي راح نفترض إنه الفيلد اكسايتاشن كونستانت لأنه فرضنا إنه الفولتج راح ضل كونستانت على أطراف المحرك ميتين وخمسين فإذا دائما الفيلد راح يسحب خمسة أمبير. إذا دائما في عندي هون خمسة أمبير راح تنسحب من الفيلد إذا في عندي خمسة أمبير دائما ماشي هون باستمرار إذا إيش ما كان الكرنت اللي ماشي هون راح ينخصب منه خمسة أمبير تكمل هون وبقية الكرنت هو الإيروح فلما إحنا منقوم مية وميتين وتلاتمية معنى فعليا كأنه عما أنا منقول خمسة وتسعين ومية وخمسة وتسعين وميتين وخمسة وتسعين ماشين في الارمتشر هون خمسة وتسعين لأنه خمسة وتسعين وخمسة مية مية وخمسة وتسعين زائد خمسة ميتين وميتين وخمسة وتسعين زائد خمسة تلاتمية إذن بس هاي حتى نكون عارفين الاستلاح أنه لما بنحكي مية وميتين وتلاتمية هذا هو والتيرميل الرئيسي تبع المحرك لأنه التيرميل الرئيسي تبع المحرك هون بشمل التيرميل استبعت الفيلد هلأ إحنا رح نفترض طبعا لأنه إحنا حكينا أنه الباك يام اف بتناسب مع السرعة إذن كل ما زادت السرعة بزيد الباك يام اف كل ما قلت السرعة بقل اليم اف إذن نسبة اليم اف على أي سرعة على نسبة الباك يام اف على أي سرعة تانية يساوي نسبة السرعة الأولى للسرعة التانية سواء كانت وحدات السرعة هي RPM على RPM أو radian per second على radian per second إذن هذا القانون قانون أساسي رح نستعمله في الحل هون وفي شغلنا في هذا السرعة إحنا ما أعطيني هو الـ no load speed ما أعطيني الـ no load speed هي السرعة إذا مشي عندها المحرك ما أعطيني أي تورك على الإطلاق وإحنا هون مهملين الفريكشن أو مش مركزين كثير على الفريكشن إذن إحنا منفترض إنه هو لما يمشي على 1200 RPM ما فيش أي تورك لاحظوا ما أكون في تورك معناها ما في ARMature current معناها مش عم بسحب ARMature current في اللحظة هاي ما في ARMature current ساحب هالمحرك إذن لما يكون ماشي على 1200 RPM المحرك عند هاي النقطة هاي نقطة مهمة نقطة 1200 RPM رح يكون الفولتج بين هون وهون مساوي الفولتج من هون لهون بحيث أنه ما بسمح لأي current يمر لأنه لما الفولتج عند النقطة هاي مساوي الفولتج عند النقطة هاي ما رح يمشي أي current معناها الفولتج دروب عبر resistance هاي RA zero معناها بساوي زيرو إذن ما في تورك ووقتيها بقدر أطلع في المعادلة مهمة لأنه ووقتيها عندي 250 فولت اللي أنا حاطتهم هون بساوي السرعة هاي السرعة هاي مضلوح في constant تبعت هاي السرعة اللي هي 1200 RPM إذن رح نستفيد من هادي هون نستفيد من هاي